السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا الإخوان والأخوات على قناة الطريق نحو النجاح غادي نقدم لكم بإذن الله الفيديو رقم ثلاثة أو جزء ثالث من كتاب أسرار عقل المليونين أو سلسلة أسرار عقل المليونين فكما إلى سبق لكم شفتوا الفيديو اللي قدمت لكم على الطريقة الأولى والطريقة الثانية يعني الفرق ما بين تفكيل أغنية وتفكيل فقرة والطبقة الوسطى واللي جات في كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف الأمريكي تي هارف إيكر هذا الكتاب اللي هو مشهور عالميا والترجم لعدة لغات كتاب أسرار عقل المليونير يعني اللي كيعتبر ربما من بين المراجع المهمة بالنسبة يعني العلم الترى وبالنسبة العلم الجمع المال وكيفية الوصول الحرية المارية والدخار وإلى ما ذلك فهذا المرجع هذا من بين أهم المراجع تقريبا هو هو المرجع دياله الأب الغني والأب الفقير اللي المؤلف كيوزاكي روبير كيوزاكي تهو مهم فإن شاء الله تهو غاد نقدم لكم مرخص هذك الكتاب دياله الغني والأب الفقير من بعد إن شاء الله غاد نقدم لكم وكذلك الكتاب المهم اللي أهم منهم و اللي اعتمدوا عليه كامل هاد الناس هادوه هاد الكتاب هو الكتاب المهم ديال كتاب ديال نابليون هيل فكر وزدد طراء تينك أند جروريش هذا هو هذا هو تقريبا المرجع اللي اعتمدوا على هاد الناس كامل أو هو المرجع ديال الطراء المالي إذن هاد الكتاب تهو تينك أند جروريش أو فكر وزدد طراء المؤلف الأمريكي نابليون هيل هو مهم جدا وغادي نقدم لكم إن شاء الله من بعد كذلك سلسلة فيديوهات على هاد الكتاب وعلى الأسرار اللي جات فيه ولهذا أعزائي الكرام إذا كانت هذه الزيارة الأولى ديالكم من القناة ديالنا أو إذا أعطتوا صدفة على هاد فيديو وعجبكم المحتوى ديال القناة اللي كان قدموه فهو بالمناسبة كان قدموه كل ما يتعلق بتطور الدات إذا أعجبكم المحتوى فما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بإشعارات من اللي كان نزلوا الفيديوهات الأخرين إما تتم ديال الفيديوهات ديال أسرار عقل المليوني وإما يعني الكتب الأخرى والفيديوهات الأخرى اللي غدين تحدوا علىها فيما بعد بخصوص تطوير الدات ما تنساوش كذلك أنكم تبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء والأقاريب باش الكل يستفد وضغطوا علامة الإعجاب على الفيديو فبسم الله إن شاء الله غدين بدأوا فكما قلت لكم قدمت الفيديو الأول بخصوص طريق الفرق ما بين تفكير الأغنية والفقراء الطريقة الأولى والطريقة الثانية قدمت الفيديو الثاني بخصوص الطريقة الثالثة والطريقة الرابعة الآن في الفيديو الثالث بإذن الله غدين نقدم لكم الطريقة الخامسة والطريقة السادسة يعني طريقة الخامسة يعني الفرق ما بين تفكير الأغنية والفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الطريقة الخامسة والطريقة السادسة على أن أكمل هاد الطرق في الفيديو الجاي واللي من بعد وغادي نقدم لكم كما قلت لكم في فيديوهات اللي قبل جوج ديال الطرق كل فيديو إذن كينا 17 طريقة هندابا هنقدموا الخامسة والسادسة هكذا جوج 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 هتنكملوا بإذن الله هاد الفرق 17 واللي اسمها تي هارف إيكر في الكتاب ديالو 17 طريقة للتفكير بين بين تفكير الفقراء وتفكير الأغنية فبسم الله نبدأ الطريقة الخامسة كيقولك الطريقة الخامسة الأثرية أكبر من المشاكل ديالهم بينما الفقراء أصغر من المشاكل ديالهم في التعريف ديال الكاتب في التفصيل لهذه الطريقة كيقول أنك تساب الطروة ماشي نزاف الحديقة ولكن هي رحلة مليئة بالعقبات والمنحنايات والعوائق والحقيقة المجردة هي أن النجاح نوع من تغلب على الفوضى والطريق للترواء مليئ بالمضبات يعني مليئ بالأشواك والمشاكل والذلك فإن أغلب ناس أغلب البشر ما كيبغوش مشوفها الطريق ما كيبغوش صعوبات مسؤولية ما كيستطعوش تحمل الضغوط وبإجازة وبصفة مجازة ما كيبغوش مشاكل كيقول للمؤلف والفقراء هاد الشي اللي غايديروا يعني أي يعني قال لكم غادي الفقراء غايفعل يديروا أي شيء تقريبا باش يتجنبوا هاد الشي هذا وباش يتجنبوا هاد المشاكل وباش يهربوا من وجه تحديات ومن عجائب القادر كيقول لكم المؤلف أنهم في السعي دي لهم تجنب المشاكل كتقابلهم المشكلة الأكبر على الإطلاق وهي مشكلة الفقر والبؤس قال لكم السير في النجاح مش يتجنب المشاكل ولا البعد عليها ولكن أننا ننميوا للأنفس دي لنا باش نصبحوا وباش نوليوا أكبر من تيك المشاكل قال لكم المؤلف يقول قال لكم تخيل شخص بمستوى جوج كيشوف يعني مشكلة بمستوى خمسة قال لكم واش هاد المشكلة غايتبالي كبيرة ولا صغيرة قال لكم الإجابة أن أن من المنظور دي للمستوى جوج غايتبدا أو غايتبالي المشكلة خمسة مشكلة كبيرة وقال لكم لكن دا بتخيل معي شخص بمستوى سبعة كيواجه مشكلة بمستوى خمسة واش غايتبالي هادك المشكلة كبيرة ولا صغيرة كيقول مؤلف إنه يعني نفس هاد المشكلة اللي كانت كتبان للشخص الأول كبيرة فهي كتبان للشخص الأخر صغيرة أنها مشكلة صغيرة بالنسبة للشخص اللي المستوى دياله كيشوف مستوى عشرة مشكلة مستوى عشرة فإنه قال لك ما غاديش يعتبرها مشكلة على الأساس هادك المشكلة جوج لمشكلة ثلاثة اللي كيشوف عشرة واللي عنده مستوى عشرة ما غاديش تبالي مستوى جوجه لمستوى ثلاثة هادك المشكلة كتبتل حدث يومي عادي بالنسبة لي بحال لكي لبس حواجه متلان ولا كي مشتشعره ولا كي يغسسنان وكي ما كيقول مؤلف قال لك المؤلف هو أنه سواء كنت يعني غاني تاري أو فقير يعني كتلعب كبير ولا كتلعب صغير فالمشاكل موجودة ديما وطالما يعني قال لك أن القلب ديالك باقي انتع في الحياة وكان بضل القلب ديالك في صدر ديالك فهو دائما رغا توجك تواجهك دائما مشاكل أو ما يسمى مشاكل ولكن أهم شيء قال لك خصك تدركه وتعرفه هو أن حجم المشكلة ماشي ديما الأساس بل الأساس والمهم هو الحجم ديالك انتع كيقول مؤلف تذكر أن التروى ديالك كتنمو على قدر الحجم ديالك كتكبر على قدر الحجم ديالك والفكرة هنا قال لك أنك تخدم على تنمية نفسك حتى باش حتى توصل لهذاك المكان اللي تستطيع منه تغلب على كل مشكلة كتوقف في وجهة تحقيق التروى ديالك والحفاظ عليها وتنميتها إلى كنتك فعلا كتسبتي هاد التروى قال لك المؤلفين أن الأطرياء ما كيهربوش من من وجه المشاكل وما كيتجنبوهاش وما كيتشكوش منها هما محاربون في ميدان المال والمحارب فاشكتواجهو أي تحدي أو أي مشكلة أشكي قل لي أتيك قل لي مرحبا كانت هذه الطريقة الخامسة الطريقة السادسة طريقة السادسة كيقول فيها يعني هذك الفرق الأطرياء كيركزوا على الفرص المتاحة بينما الفقراء كيركزوا على المشاكل هذة هو هذي هي الطريقة السادسة إذن كيقول لك هنا الأغنية أو الأطرياء كيشوفوا النمو المحتمل كيشوفوا النمو أي مشكلة كيشوفوا فيها نمو فرصة بينما الفقراء يشوفوا الخسارة المحتملة يعني الأغنية كركزوا على المكافآت ولكن الفقراء كركزوا على المخاطر قال لك إنه السؤال القديم واش يعني الكوب أو الكاس نصف مالي أو نصف فارغ قال لك إننا هنا ما كنت تحدثوش هنا عن مجرد تفكير إيجابي ولكننا كنت تحدثو على الطريقة اللي عتدنا نشوفو بها العالم فالفقراء قال لك يتصرفوه بدافع الخوف والعقل ديالهم في حالة بحث دائما على الخطأ القائم واللي غادي يوقع في أي موقف وحاتهم العقلية الغالبة هي أشنو غادي يوقع إلى ما نجحش هذا الشي أو يعني قال لك إلا بغيته بالدقة هذا لن ينجح كيقول له هذا الشي ما غاديش نجح أما الأثرياء وكما سبق لي القول المؤلف قال لك يتحملوا مسؤولية مسؤولية خلق حياتهم حياتهم العقلية هي أنه إذا إن هذا سينجح لأنني سأجعله ينجح كيقول لك هذا الشي غادي ينجح لأن أنا أنا اللي غادي نخليه ينجح وقال لك المؤلف في ساحة الثروة كما هو الحل في الكثير من الساحات الأخرى تتناسب المخاطر تناسبا طرديا مع المكافأة يعني بوجه عام يعني كل ما تزادت المخاطر تزادت المكافأات وقال لك اللي عندهم العقلية التارية على استعداد القيام بالمخاطرة كيقول المؤلف الأثرياء كي توقعوا النجاح وهما واتقين من قدرات ديلهم من إبداعات ديلهم كي آمنوا بالنجاح ديلهم وبالتالي فإنهم هاد الشي كامل كيستردوا أو كيسترجعوا ذاك الشري دفعوا من الفلوس ديلهم من المال فهذا فسابلات الوصول للتروة وكيربحوا مازال وكيستطعوا النجاح بطريقة أخرى وعلى الجانب الآخر قال لك المؤلف الفقراء كيتتوقعوا الفشال وكتنقصهم الثقة في نفسهم وفي القدرات ديلهم وكيعتقدوا أنهم ذاك الشري كيقوموا به ما غاديشي ما غاديشي نجح وكي آمنوا بأن نتائج اللي كيديروها أنها غا تكون كاريزة لذلك يقول لك المؤلف عليك أو خصك أنك تفعل شي حاجة أو تشاري شي حاجة أو تبدأ فعل شي حاجة باش تستطع النجاح ماليا وكذلك خصك تشوف الفرص الربح من حولك من حداك من وسط ديل خصك الفرص ديل الربح يبانوا لك الفرص ديل الربح يبانوا لك حداك ماشي تركز على الطرق اللي كتعتقد أنها غا تخليك تخسر الفلوس وهذه هي النهاية ديل طريقة السادسة إذن أعزائي الكرام قدمت لكم طريقة الخامسة والطريقة السادسة من طرق أو طرق اللي جات في سلسلات سلسلات طرق ديل كتاب أسرر عقل المليوني ديل تي هارف ايكر يعني الفرق ما بين تفكير الأغنية وتفكير الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى طريقة الخامسة والسادسة غادي إن شاء الله نقدم لكم الطريقة السابعة والثامنة في الفيديو الجاي وهكذا حتى نكمل لكم سبعتاشر طريقة يعني ديل التفكير بين أو الفرق بين تفكير الأغنية وتفكير الفقراء واللي جا في كتاب أسرر عقل المليوني للمؤلف تي هارف ايكر هاد الكتاب اللي يعتبر من بين المراجع في بناء التروى وتحقيق الحرية المالية فباش تبقوا على الطلاع أعزائي الكرام وباش يوصلكم الفيديو الجاي إن شاء الله في هذه السلسلة ولكنتوا ما زال ما مش شاركينش في القناة فكن نقترح عليكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد على القناة دينا بخصوص هذه السلسلة هادي أو بخصوص فيديوهات الامية الداتية كان شكركم جزيلا الشكر على الاستماع وعلى المشاهدة وعلى المتابعة دي لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر